موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله تعالى للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الأحبة الكرام كلنا يقرأ في الصلاة سورة الفاتحة وندعو الله تبارك وتعالى فيها بقولنا كما ورد في هذه السورة بعد أن نثني على الله تبارك وتعالى خير الثناء فنقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ما هو الصراط المستقيم؟ إنه طريق الفلاح إنه الطريق الذي يوصل إلى باب الرفعة يصل بنا إلى أبواب عديدة من الفلاح هذه الأبواب التي من دخل من بابها ساعد في الدنيا وفرح في الدنيا ونال الفوز الأكبر يوم القيامة ولذلك الله تبارك وتعالى أراد أن يشير إلى هذه الأبواب بقوله أو قولنا عندما نقرأ في الصلاة ونقرأ سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم وها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه هذا الصديق الذي أيد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وصدق ما تردد ما كبى ما تخلف عن رسول الله لحظة ها هو النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه ومن بينهم أبو بكر الصديق فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من منكم اليوم زار مريضا فيقول أبو بكر الصديق أنا يا رسول الله فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من منكم اليوم أطعام مسكينا فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا يا رسول الله فيقول من شهد منكم اليوم جنازة فيقول أنا يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد إلا يدعى يوم القيامة من باب من أبواب الجنة إلا أبا بكر الصديق فإنه يدعى من كل أبواب الجنة كأن أبا بكر الصديق طرق أبواب الفلاح فكتب له الفوز وكتبت له الرفعة لأجل هذا كان حريصا رضي الله عنه أن يسارع في الخيرات وأن يلتزم بأوامر الله تبارك وتعالى فمن التزمها ساعد وفاز التزمها في أخلاقه التزمها في معاملاته مع جيرانه الطريق التي تصل به إنه لا شك يصل إلى الرفعة وإلى الفلاح والنجاح لأجل هذا الله تبارك وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين نسارع نعم نتسابق فاستبقوا الخيرات والمسارعة سير بخطا سريعة وخطا فيها الهرولة حتى نصل إلى ما نريد والتعبير القرآني هنا تعبير بليغ يدعونا إلى أن لا نتردد وأن لا نتخلف عندما يأتينا الأمر من الله تبارك وتعالى عندما نجد باب خير نجد أحدا يحتاج إلى شيء نجد مجالا لأن نصلي يجد وقتا لأن نقرأ قرآن نجد شيئا نقدم فيه ما يرضي ربنا تبارك وتعالى فإننا بذلك نسارع إلى أبواب الفلاحة قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم والمغفرة كلمة صغيرة لكن معناها كبير إنها منهج لو سار عليه الإنسان وصل وأدرك أبواب الفلاحة فبالمغفرة ترفع الدرجاء وبكثرة الاستغفار تمحى السيئات وبالحرص على الإنابة والتوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى يرتق الإنسان فالتوبة لا يشترط أن تكون من ذنب نعم من أذنب بادر بالتوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون لكن الإنسان بين الحين والآخر في يومه عند نومه في استيقاظه في وقت فراغه في أثناء عمله إن تمكن من ذلك يكثر من قول أستغفر الله العظيم والصحابة رضوان الله عليهم حدثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لازم الاستغفار طوال حياته ورسول الله صلوات الله وتسليماته عليه لم يكن له ذنب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له ذنب غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ومع ذلك يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من سبعين مرة وفي رواية مئة مرة فالنبي كان حريص على مسألة الاستغفار ذلك لأن الاستغفار رفعه والاستغفار وذكر الله عموما طريق إلى مدارج وإلى أبواب الفلاحة فذكر الله تبارك وتعالى يطمئن القلب وذكر الله تبارك وتعالى سبب لنزول الرحمات ألم يقل ربنا الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ألم يقل الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألم يقل ربنا تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون اذكروني بكل شيء اذكروا الله تبارك وتعالى بكل شيء الذكر باللسان والذكر بالجنان والعمل الصالح هو ذكر لله تبارك وتعالى فالإنسان بنيته يرزق فالأعمال بالنيات وما من عمل إلا ويستلزم نية لماذا تفعل هذا الفعل أو تعمل هذا العمل تبتغي به وجه الله تثاب وترتقي ترتقي به تطلب به دنيا أو تطلبه شيئا من غير ذلك لا شك أن الإنسان إذا نوى النية الخيرة وإذا نوى بعمله وجه الله تبارك وتعالى فإنه سيدرك أبواب الفرح ولذلك نرى النبي صلى الله عليه وسلم يبيننا أبواب الخير فيلفت أنظارنا إلى أن من أطعم جائعا فله به صدقة إلى أن من أزاح عن الطريق حجرا له به صدقة إلى أن من أصلح بين اثنين ووثق بينهما له بذلك صدقة فعندما جاءه الصحابة من فقراء المهاجرين وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور من أجر كله يصومون كما نصوم ويصلون كما نصلي ويتصدقون بفضول أموالهم فما لنا يا رسول الله فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به إن بكل تسبيحة صدقة وبكل تهليلة صدقة وتعين الرجل على دابته صدقة انظر إلى هذا التعبير النبوي الرفيع كون الإنسان يسير في طريق فيجد إنسانا قد تعطلت سيارته وينزل ويساعده ويقضي له حاجته النبي يقول لك به صدقة تعدل بين الاثنين صدقة وفي حديث آخر عندما دعان النبي صلى الله عليه وسلم إلى صلاة الضحى فقال يصبح كل إنسان أو على كل سلامة من الناس صدقة ويجزئ عن ذلك ركعتين يصليهما من الضحى صلاة الضحى تجزئ عن ذلك لكن هناك أعمال أخرى إذا أداها الإنسان كأنها صدق عن بدنه صدق عن جوارحه صدق عن أهله وبالتالي تحل البركة ويحل الفلاحة حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مسألة العلاقة الأسرية كيف يتعامل الإنسان مع أهل بيته كيف تتعامل المرأة مع أهل بيتها أولادها زوجها هذه العلاقة الأسرية هذا التلاحل هذا الترابط الإنسان إذا حرص عليه فإنه ينال الفلاح في الدنيا وينال الفلاح في الآخرة الفلاح سعادة وقمة السعادة أن ترضي من حولك ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء يقول وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم إذا وضعها في حلال أو في حرام يكون عليه وزر قالوا نعم قال فكذلك إذا وضعها في الحلال فله بها أجر أبواب الفلاح عديدة أشرنا إلى جملة منها قلنا الاستغفار أو ذكر الله تبارك وتعالى باب من أبواب الفلاح وكما أشرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على مسألة الذكر والاستغفار الصلاة الصلاة باب من أبواب الفلاح وكون الإنسان يؤدي العبادة مستشعرا في قلبه محبة هذه العبادة أو هذا العمل الذي يؤديه لأنه وسيلة تؤدي إلى مرضات الله تبارك وتعالى وتؤدي إلى سعادته بخلاف من يؤديها كعادة كشيء يوم يؤديه لا هناك فرق بين من يؤدي هذا العمل لأن الله يحبه لأن الله أمره بذلك وأنه يبتغي مرضات الله تبارك وتعالى ويبتغي العلو والرفعة في الآخرة إذن هذا شيء يختلف عن الذي يؤديها فقط كفرض يريد أن يسقطه فرق بين إنسان يرابط فالله أمرنا بالمرابطة اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون بكون الإنسان قلبه مشغول ومتعلق بهذه الطاعة وهذه العبادة فتراه قبل موعد الصلاة يتأمل كم بقي من الوقت كم بقي على الأذان كم بقي على أن يأتي رمضان كم بقي على أن أخرج لأداء العمر قلبه متعلق بالطاعة وبالعبادة يشتاق إلى الليل يشتاق إلى وقت السحر أو قبل صلاة الفجر ويقوم يصلي لله تبارك وتعالى متلذذا بذلك وفي قلبه أن هذا قمة الطاعة لله تبارك وتعالى لأن الذي دفعه أن يترك الرقاد أن يفارق النوم ويقوم إنما هو الشوق إلى الله تبارك وتعالى الشوق إلى محبة الله عز وجل هذه أبواب الفلاح التي سنتابع معها إن شاء الله تبارك وتعالى في الحديث بعد قليل وأترككم وقتا يسيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم أحبة الكرام قلنا من أبواب الفلاح التي دعينا إليها الحفاظ على العبادة وكون الإنسان يؤدي هذه العبادة في محبة وشوق فلا شك أنه سينال الفلاح سينال الفلاح من الله تبارك وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في الحج وأقبل رجل يريد أن يصل إلى النبي فشق الصفوف واخترق الجمع من الصحابة حول رسول الله وأمسك بخطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم تحافظ على العبادات تؤدي الصلوات فقال هل علي غيرها قال لا إلا أن تطوع فقال فماذا فرض الله عز وجل علي غير الصلاة قال الصيام قال هل علي غيره قال لا إلا أن تطوع وبيّن له النبي صلى الله عليه وسلم شعائر الإسلام كلها ثم قال الرجل هذا فقط هو الذي فرضه الله عليه النبي قال له نعم فولى الرجل وأدبر وهو يقول لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق أفلح إن صدق أفلح إن حافظ على هذه العبادات أو هذه الفرائض الفرائض إذا قبلت قبل الإنسان وإذا كان فيها نقص جبرت من التطوع إن كان له تطوع في الصيام أو تطوع في الصلاة كقيام ليل أو الحفاظ على صلاة النوافل جبر النقص في الفرض من هذه النوافل وهذه الأمور والأعمال التطوعية إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الرجل أفلح إن صدق إن صدق مع الله تبارك وتعالى في أفعاله فحسنت نيته وخلصت وتعلق وتشبث وتمسك بما يصل به إلى الفلاح ومن هذا العبادات لأجل هذا الإنسان لابد أن يوديها بحب بشوق ليس فقط كما قلنا عادة لا تنتقل العادة إلى عبادة فينال بها الإنسان خيرا الدنيا والآخرة لأجل هذا في الحديث القدسي الذي نردده ونسمعه كثيرا الله عز وجل يقول ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترطته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحده إذن أحب شيء إلى الله أن نحافظ على الفرائض ثم لا يزال الإنسان المؤمن حريصا على النوافل والأعمال التطوعية الله يقول حتى أحده فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه الذي يمشي عليها ولئن سألني لا أعطينه وإن استعاذ بي لا أعيذنه إذن وصل هذا الإنسان إلى محبة الله إلى أبواب الفلاح فساعد بعبادتي والعبادة لا يمكن أن تتحقق ولا تقبل إلا إذا ارتبطت بأمور أخرى منها أن نحقق قيم هذه العبادة الإيمانية في حياتنا فالإنسان الذي يحافظ على العبادة ويبحث عن أبواب الفلاح هو إنسان ذو سلام ذو تسامح يعفو عمن ظلم ويصل من قطع ويعطي من حرم ولذلك الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم فمن عثى وأصلح فأجره على الله أجره على من؟ أجره على الله لن يأخذ أجر من أحد كون الإنسان يتسامح يتصافح يتخلق بالأخلاق الحسنة مع الجميع يتسامح مع نفسه ويتسامح مع أهله ويتسامح مع من خالفه في كل مكان ينشر السلام مع من حوله فهو بذلك يطرق أبواب الفلاح ولذلك عندما يأتي أحد الصحابة غير معلوم اسمه يقول يا رسول الله أوصني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لا تغضب لا تغضب يقولها مرة أخرى يا رسول الله أوصني يقول له لا تغضب لأن الغضب يؤدي إلى النار فالنبي قال الغضب من النار والغضب هذا الذي يحرق بدل الإنسان يحرق أعماله والغضب قد يؤدي بالإنسان إلى ما تحمد عاقبته وهكذا من سار على الدرب واقتدى بأهل الحب وعمل لنيل كل ما هو مرغوب ومطلوب لا شك أنه سيفلح في الدنيا وفي الآخرة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه رجل يقول يا رسول الله أذنبت ذنبا فماذا أفعل قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك أم قال أمي ماتت قال ألك خالة قال نعم قال فبرها برها إنها إشارة إلى صلة الأرحام فالوالدين إذا الإنسان أحسن في بره لوالديه نال أبواب الفلاح ذلك النبي قال له هل أحد من أبويك حي قال لا أمك موجودة قال ماتت قال ألك خالة قال فبرها قال نعم قال فبرها إذا مسألت صلة الأرحام وبر الوالدين هذه أيضا من قمة وأعظم الأبواب التي بها ينال الإنسان الفلاح ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما يخبر الصحابة إن رجل سيقدم من اليمن اسمه أويس بن عامر القرني فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر يقدم عليكم أويس بن عامر القرني له أم هو بها بار له أم هو بها بار بار بأمه أبوه قد مات وأمه موجودة وهو بها بار أحسن إليها وسعى في خدمتها وأخلص في طاعتها وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى علامة في بدنه قال كان عنده مرض في بدني لكن عافاه الله تبارك وتعالى إلا موضع درهم موضع صغير فإذا أتاكم يا عمر والكلام للصحابة ووجه النبي صلى الله عليه وسلم الخطاب إلى سيدنا عمر بن الخطاب قال فإذا قدم عليكم يا عمر فقل له أو أقرئه مني السلام ومره فليدعو لك من يدعو لمن؟ هذا رجل لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك العلماء عدوه في التابعين ليس من الصحابة لأن الصحابية من رأى النبي صلى الله وسلم بعينه التقى برسول الله أما هذا لم يرى النبي ولم يلتقي به ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر به فظل عمر بن الخطاب رضي الله عنه كلما جاء موسم الحج يخرج ويسأل الناس أثيكم أويس بن عامر؟ يقولون لا إلى أن جاء في موسم من المواسم فسأل سيدنا عمر أثيكم أويس بن عامر؟ قالوا نعم قال أين هو؟ فدلوه عليه فقال له أنت أويس بن عامر؟ قال له نعم قال أدعو الله لي أو استغفرني قال يا أمير المؤمنين أنا أدعو لك أنت صحابي جليل من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ممن سبقوا إلى الإسلام ونالوا الأجر والفوز والمسوبة والفلاح أنا أدعو لك قال له نعم رسول الله أمرني بذلك وقال يقدم عليكم أويس بن عامر له أم هو بها بار فإذا رأيته يا عمر فقل له يدعو لك فدعا لعمر بن الخطاب وبشره عمر بن الخطاب بالجنة والرفعة والفلاح لأنه بار بوالدين فصلة الأرحام وبر الوالدين والأخلاق الحسنة والتسامح والقلب التقي النقي والحرص والحفاظ على ذكر الله تبارك وتعالى وبذل الخير والمسارعة فيه كل هذه أعمال تهدي إلى الصراط المستقيم وتصل بالإنسان إلى أبواب الفلاح نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل أبواب الفلاح وأن يكتب لنا الفلاح في الدنيا وفي الآخرة وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإلى لقاء آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة